السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير ولا خير وفيديونا هاليوم يجبكم كامل هنين ومتحنين نصليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلوات وسلام نفوتوا ديركت للفيديو ودايما بلا ما ننسى نرحب الزائرات جدد للقناة نقولكم مرحبا بكم معنا شرفتوا نورتوا القناة وشرفتوا عائلتنا البسيطة ودايما ثاني مالين القناة نقولكم مرحبا بيا معاكم وعندكم فيديو اليوم كما راكم تشوفوا بديت لكم باللمجة قلت لكم باللي ان شاء الله نعود نشارك معكم اقتراحات هكا تعال للمجة وكل مرة كيفاش يعني كل نهار وبركتوا وكل نهار وش كان وش متوفر وهذا النهار راح نديلهم يعني شي ثاني اللي عندي عندي الفاكية بقت حبة عرمان حكمت قشرتها وقسمتها بين بيناتهم في زوج درت لهم رمان درت لهم الفرماج واخمد راهو يشرت قال لي ماما ديري لي زوج بمعنى هالجوز هاي قلت ندلوا حبيباتها الجوز وندلهم ثاني البانديمي مش يديروا فيه الفرماج وقلت لكم يعني كل مرة كيفاش مره نديلهم حاجة مره نديلهم هكا لومجة مشكلة مره نديلهم غير زوج حوايج يعني هكا مثلا نقول العظ ما مشيرش ما ومعها الجو ولا الياورت ولا سادي بونش كيان هذك النهار عندي في الفريجيدار ومرات ما ندير لهم شخلاص يعني كيروحهم عباباهم يشري لهم من الطريق الشي اللي بغاوهوما واحسن لجمة على قول احمد راني كثرت بزاف هلا احمد مسكين نهار يارف صلاح ويشوف الفيديوهدي يقول لي ماما كي حقرتيني بزاف احسن لومجة هي اللي تكون مشكلة تكون مشكلة ندخلو فيها الخضرة اللي هي الخيار عندكم السيناريا والبس باس ثاني وعندنا ثاني الطماطم كيان يحبوا يديروا الطماطم سورته هذيك الطماطم الحلوبة وعندنا ثاني تمر يعني كيمزاف امورات اللي صحيين مفيدين وفي نفس الوقت خير من هذوك الحوايج تبره الحوايج تبره ما ملاح لا الصحة ولا للجيب والولاد بصيفة عامة لو الفولكم هذوك الحوايج تبره خلاص راكم بسيطوا بيهم وانا ما كذبش عليكم ان يشمون الفولادي بالحوايج هذوك نهائيا كيما قلت لكم غير نهار مثلا ان كنا نمريضا ولا صهرت في الليل مقدش ننوض لهم الصباح باش ما باش نوجد لهم لمجا ما نوجدها لهمش تتحتم على زوجتي عينو يشري لهم من بره سينو الباقي كلان يديرو نديرو فدار وبلما ننساو المال المال را هو مليح بزاف اللولاد يعني قدم نشربوا المال فايدة ثانية ليهم والجسم التاحهم خاصة خاصة للكلاوي وملح ثاني مليح المال المال را هو فايدة كبيرة للبشرة للشعر كيما قلت لكم الكلاوي الناس اللي تصفي يعني ربي يكون معاهم راهم يعرفوا المعنى تاع المال اللي ما يتشربش وراح نشارك معاكم لبنات هذ القردات اكم تشوفوا القردات فيهم اساميهم واحدة فيها ريسلان واحدة فيها احمد والرسومات اللي كانوا خيروهم هما ريسلان خير هذك الاسد وعنده علاقة بالمعنى تاع الاسم تاعه واحمد ثاني خير هذ الطنوبيل فيها هذ المجموعة الحيوانات كيما قلت لكم يموت عليهم يهبلو يهبلو يهزو ما شاء الله يعني اذا كتشوفو كين عمر الماء قد ما هزلي من القرعة هاذ القرعة اللي بنات من عند قيفت شوبي ديزات اللي راح نخلي لكم الرقم تاع الهاتف تحاس والتوصلوا معها في التليفون ولا بنفس الرقم في الفايبر ولا في الواتساب يعني كيما تهيزش عليكم تقضيعو وتبعثو لهالي ميساج وثاني نخلي لكم الروابط التحاسة على الفيسبوك والانستاقرام في صندوق الوصف ادير لكم بزف حوايش ماشي غير القردات وثاني هذ الفراش الارونق لي فيه شحال من بياس الحاجة اللي راح نحيلها شوفوا ليش حال هاي لا تهبل تهبل تغير كيوت كيما يقولوا وتقدروا حتى تديروهم ديكادو صورتو هذو التروسو تعالبيبي يعني تديريه يحمر لك وجهك طاع الصح فيه شحل من بياسة هذو التروسو فيه شحل من حاجة نبدلكم بلا كوات كيف كيف حتى هي مكتوفيها اسم رونق جاية راكم تشوفوا فيها هاني قدمتها لكم السيدة بشتوفهم ليحهم ليح هنا يا لبنت تكتب لكم موش تحبوا تخيروا كيما تبغيوا سواء في القردات ولا في الفراش الحجم اللي تبغيوا سواء هكال ليبيبي لينوفوني ولا ثاني للسرع عادي يعني ليشون برتع الولاد كيما مثلا هكاريس لانو احمد معها ثاني مخدة معها مخدة عادي ومعها المخاد هذوك ليجيهم مشكلين فيهم الاهلال فيهم النجمة وفيهم ثاني هذيك السحابة الكتيبة ثاني كيف كيف تكتب لكم بالفرنسية تكتب لكم بالعربية وتخيروا لها ثاني مثلا عندك هكاريس ما بغيتي تديري تصويرات تعبنتك ولا ولدك تبعثي لها تصويرات دير هالك في بلاست هذو الرسومات يين عندك الاختيارات كيما تبغيين تيببيهم بالالوان والقماش ما نحكي لكم بشي البنات القماش حالي هبال كاين تيشو تعلاشين وكاين تاعد ترك هذا راه هو تاعد ترك اغسلي وفرشي مع هذك اللوس ما تلاه ومعها ثاني هذا الدرام سما راح تفرشيه هشته وتفرشيه في الصيف كيما قلت لكم تديري ثاني كاد ومن تندميش عليه خلاص وشوفوا لي ثاني هذ الغلاف تاع الدفتر الصحي تخدمهم حتى هما نفس الشي كيما قلت لكم الشي اللي حبيتيه انتي الشي اللي بغيتي تتقومونديه من الرسماء من لون من كل شي وثاني بالحجم تاع الدفتر الصحي لانه كاين دفاتر واحد اخرين مخالفين شوية في الحجم يعني تطعي هالحجم تاع الدفتر الصحي تاعك والصورة اللي بغيتيها ولا تخليها على الضوق التاحة شوفوا كيف شي تقفل وتكتب لكم فيه يعني تكتب الاسم واللقب تاع البيبي تاعك الجنس التاعو تقدري حتى تكتبيه فيه وكتهزاد الميزان التاعو الطول والعرض وهذا كل الامورات اللي يتكتبوا في الدفتر الصحي وفي نفس الوقت راح يبقى مبروت يجي يعني ما يتقطع ما يتوسخ وبالنسبة للتروسو تخدم ثاني واحد النوع واحد اخر يهبل يهبل يجي شغول بساطه وتلميه ولي لوندو يعني لوندو في نفس الوقت يجي بساط كي تدخلوا لاباشتحا راح تشوفوا يعني هاي الحتا هو كما قلت لكم تديروهم كادو ما تندموش عليه حاجة تحمر لوجه ويا الله الرحم عبا ظنان وجدو طابلا متولى الله الله نيلحمني ججني طوني والو نقدرو ندلو رواحنا غير بالخضراء الحاجة اللي راح نديرها راح ندير لأسو بتاعلى عدس الحمر راح نديرها بالخضراء هي مالفا ننوع فيه مرات نديرو غير عدس وحدوها كاك برك ما ندير فيه ولا نعطاه خضراء وحدو هكاك وما نرحيهش ومرات نحكم اللم الخضراء اللي بقات لي هكا في الفريجدار كما هاد الجريوه حتى بده تفزد حتى بده تنظفتها كما شدو الطماطم كيف كيف حتى هي بقات لي حبة ثاني حتى هي مضربة نظفتها والبصل المهم قلت لكم راحوا شي لي بقات لي هكا في الفريجدار ديرو به حتى اذا ما عندكمش العدس الحمر تقدرو ديروها سو بتاع خضراء وانتو ما تهنيتو قصي تكون لش كي ما شدو هكا عشوائي برك ودرت ليزي بيز درت الملح الفلفل الكحراس الحانود الكوركم والفلفل العكري بالنسبة لي سوب هي نور مالما كي ما يقولو جينيرا المالما تشفيها طماطم تعلبات سينو انتم اذا حبيتوا تديروا طماطم تعلبات في العدس ديروا نور مالا يمشي فيزياء ولا كيميا ولا رياضيات واحد زائد واحد يتبغي تدير طماطم تعلبات فلا سوب بتاحا هذي تعلعدس تقدر تدير خلط كلش مع بعضها كي ما شدو ودرك راح نقفل عليها الكوكوطة ونخليها الطيب عشرة دقائق توجد عشرة دقائق واذا شدو الخضرات تاعكم هكا شوية مكان مكان كي ما جريبت مرة على مرة هكا تجي عاصية لازم لها 1-4 ساعة هكا 20 دقيقة بهتوجد اقفلت عليها خليتها الطيب ورحت زيت قشرة البطاطا ورح نحطها الطيب ندير لها الثوم والملح والفلفل ونحطها الطيب فوق النار وش راح نديرها البنات راح نديرها بوراك ان شاء الله انا منعشق البوراك انا موت جا دور البوراك نموت على البوراك بكل انواعه وكي نقولكم بانواعه منهم اللي راح ندير وذركها كما قلت لكم بديت بالبطاطا هي اللولا حطيتها الطيب ورحت وجدت البصلة قصتها حتى هي مربعات راح نحط حتى هي نطيبها انا بكري نبغيها منذبلة ما عندي رسلان ميحبش البصلة وهذا الحكاية عدت نطيبها مليح بش نزيدها للبوراك لاشو بتاعي راهي وجدت ما جي طرم وشي تلقيها وجدت كي ما قلت لكم 10 دقائق النوعية على كوكو الثاني يتلعب لكم دور بعد ما طابت نحيلها الورقة على الرند لانو ندرت فيها ورقة على الرند نحيلها ورقة الرند وكي نحب يزيد معها ثانية ربطات على المعدنوس وعرفت على كرافست قدوا تديروها معها حكمت ميكسي تهملي حكي ما راكم تشوفو ونزيد لها القرن تاع الفلفل اللي ضروري جدا حتى وإن ما كليتو شميرا نيكليتو نزيد لها القرن تاع الفلفل وخليتو يطلق هذيك الريحة الله الله في الفلاسو بتاعي ووليت للبوراك البوراك حكمت جبت الزيتون زيتون لك حل قصيتوها كنا نبغي ننقصو رقيق وزيت جبت ثاني المعدنوس حتى هو فدتو كي ما راكم تشوفو ووش نديلهو نزيدهو مع البطاطا وهي هكك سخونة صورتو المعدنوس انا راح نزيدو هكا وننمعس البطاطا تاعي هكا بش يطلق لي هذيك الريحة وهذيك البنان تعوف البطاطا نمعس مليح البطاطا تاعي وبعدا نزيد لها هذك الزيتون وكاين ثاني اللي يزيد شوية المارغارين في البطاطا ما نحب بش نحب نديرها كني مارغارين ني عظام نخلي البطاطا ونزيد لها غير الإضافات الأخرى اما المارغارين والعظام نديرهم مش خلاص زيت عليها ثاني البصلة هاذا ما كان نيلحم نيجاج نيطو هذو كل ما عنديش وضرب لي فيه راسي البوراك ايا نصف توجدته وما دي ما نحكي مع زيت لوم غرفة صغيرة تاعي هريسة يعيني ويا سلام تعطني هذك الحرور واللي ثاني يبغي الحار تقدري تجيبي فلفل تقصيه كي ما قصيت البصلة والذب ليه وتزيده ثاني راح يمد طعمة للبوراك تاعك ونجيب الديول انا هنا يا ديول ما نحبش ندير حبة كومبلي نحب نقسمها بش تجيني مقرمشا ما متجيك مقرمشا من الداخل جي هذك الديول يجيونيين ما تجي يجي الورقة الديول الكثير من الفارس نحكم نقسمها حكمت نحيتهم السعف وصلتهم على بعضهم بش ميعي يونيش وقسمتهم على النص وذركان نبدأ نعمر الحبات تاع البوراك تاعي ندير قسم غرفة من الحشوة تاع الباطاطا هذك وشي اللي يدرتوا معها ونزيد معها شوية تاع الفرماش هذا ما كان ساعة البنت نديروا غرب الباطاطا والمعدنوس والفرماش هذا ما كان ما نديرني زيتوني بصلة نوالو يعني كم تشتو مرات هكا تلقي تضربة على كل شي لقيه وخلص ما تلقي عندك حتة البصلة وما تبقاش كما اليوم بعد وانا نسجل في الفيديو عندي غير راس تاع بصلة عندي غير راس تاع بصلة عندي غير راس تاع بصلة اسما يا اما تنصبي به يا اما تديري نوضي تروح يتغلي حبيباتها بطاطا وريقة تعديوا الاذا عندك اذا ما عندك شثاني خلطي شوية سميد و اللارسات تعديوا لتاع السميد خلطيهم بالبراميكسر يالله ديري في المقلة وعمريها ثاني جي ما شاء الله بالمختصر ما ندخلوش في التسخط ما نبقاش اه ما عندناش هاي هذك ما كانش هذك غالية ما أكلناش ما فعلناش ما فعلناش نقدرو مش لازم الحم مش لازم الجاج مش لازم الطن تقدرو بابسط الامر ابسط المكونات ونقدرو نتولو طابلتنا ونحيو سخفتنا وناكلوشي اللي راني بغيين ناكلوه بلا الحم و بلا جاش هرا نوصلنا الوقت احنا اللي راني نطيرو في هذك الباركة هاك هاك هاي ما كاش ها ما كلناش هانا مشتاقين هانا منا هانا من هيه ها هي كي طابلة نوعت فيها غير بالخضر والحمد لله ربي دو مني عم ويحفظها من الزوال التسخط هذا هو اللي ذهب لنا الباركة من ديار من كلشي من الصحة من كلش وهكا كانت طابلتي بسيطة واقتصادية وراقية في نفس الوقت ومنحكي لكم شعل بالناس تقولون يغلبو رك هذا الديروه والله ما يعود يخطايكم تعودوها وديروه وربي دون مني عم علينا وعليكم ان شاء الله وربي يطرح البركة في ديارنا كامل وفي صحتنا ومازال ان شاء الله نزيد ندلكم طاولات بسيطة واقتصادية وراقية في نفس الوقت راح نشبعكم وننوع لكم من الاطباق الرئيسية للمقبيلات لهذوك المملحات اللي حبوهم الكبر قبل الصغار وكثر من الصغار وهنا نكون وصلت معاكم نهاية فيديونا هاليوم ان شاء الله يكون اعجبكم ونكون فدكم خاصة بهذا الوصفات تفكروني برك بدعوت خير ما بخالي غنقولكم تهلاو في رواحكم الملتقى في فيديوها جاية ان شاء الله في امان الله